احصل الضباط احنا نقف اليوم وفي نفس الوقت لدينا اخوان في فلسطين يتعرض الى القاتل والدمار والخراب يعني يعانهم مثل ما بيعان الشعب اليمني وما عندهم كيان سهيوني غاصم وانا عندنا هنا كيان قوتي نفس الممارسات لو لاحظتها لو شفتوا تفجير البيوت يتم في غزة ويتم في صنعة وفي حجة وفي دمار وفي مادب وفي الجنوب يفجر البيوت يفجر المساجد يفجر المستشفيات يدمر البنية التحتية يختطف المواطنين على رهين من بعد على الحوذي يختطف الناس بيوتهم وعلى فالاخير قائد من بدل الاسراء نفس ما بتفعل اسرائيل الان يختطفون الناس من البيوت ويدعي على انه يمارس الانتصار للفلسطينيين وفي الاخير يطلع ببيان اطلقنا شوية مسيّرات برقية لو نطلقهم محد داني ما استهدفت محد داني معروف لما في القوة الصاروخية لما نطلق صاروخ ولما تكلم يكون استهدفنا بصاروخ على موقع الفلاني وهذا يطلع يكذب على الناس ويستهدفنا الكيان الصيوني بمجموعة من السوانين ما استهدفت في الكيان الصيوني فس وجهتنا كذا وخلاص هل استهدفت مينة؟ قاعدة عشكرية؟ استهدفت عشكر؟ لا يتكلم ليه؟ لأنه مخدام ولو صادق ولو لا يتكلم ويقولون في كلم وحتى لو كان اطلق حسن نصر الله قبل الانش قال المشيّرات لم تصل ولكنها حالة معلوية هذا حسن نصر الله بتكلم الله صاحبه صاحبه دايما أنت لم تستطع تنتصل لقضية وطناك لا أمنت لهم حياة كريمة ولا مرتبات الناس بلا مرتبات ست سنوات الناس بلا أمان الناس بلا أهل ومسرته ومن الناس الذي حوله والحوثيين نحن من في الطير ماناك فوق آخر مدين فوق الهوام والمشاكل يشرحهم اليمهاتين تعيد محاصرة لهذه السنوات تشارع ما فيه مثل ما الآن نحن عدو الإسرائيلي بيحاشر قد زي ما دخل ولاك قافل في مساعدات هذا تشع شنوات وشارع في تعيز ما فك هذه المارسات التي لا تدعي أنك ما تقاتل في فلسطين وأنت في اليمن تمارس أبشح من إسرائيل أنت معك شوارك يا بتا إيران نحن معنا رجال مستعدين يقاتلوا في القدس يالله تكلم إيران حقك وحسن نصر الله اللي يودوا لك السلاح للموانئ ويودوا لك الغامض قطة اليمنيين يدون لنا السفن نفسها تقول نحن نحن مستعدين للربقات في فلسطين كلها شعارة رنانة حزب الله اللبناني جنبك جنب إسرائيل ما تقاتل يا جنب الله؟ نحن 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 نخرب اليمن إذن الشعب اليمني لا ينخدع ولا ينقرف أمام كل هذه الحركات والهطفقات الحوثي مشروع إيراني إسرائيل على إيران مشروع التدبير العرب كلهم بشكل عام شفنا مشروعهم في سوريا شفنا مشروعهم في العراق شفنا مشروعهم في لبنان ومشروعهم في لبنان كل مشاريع خراب ويبتزاز عندما أطلق لها شوية بسيارات يدور من الناس فلوس كلها حركات كل هذا حضركات من حوثي فقط يبتزل الناس ويدخل ببيع الحديد حقه هذا كذي عربا بفلوس حول للقوة الصاروخية بعدها ام تي ال ولا موبايل ولا يجمع في اليوم اعتبرها في ثلاثة وسبعين عندما اجتمع العرب استطاعوا أن يحققوا نصر على إسرائيل لكن كان رايتهم أمة عربية واحدة الناس كلهم عرب هذا كانت شعارهم وهجموا المطارات الإسرائيلية وحرروا سينا واستطاعوا أنهم يكسروا العدو في خلال إثبوت الناس معولين عليكم ومعولين على جاهزيتكم وعلى هذا التشكيل الوطني المقاومة الوطنية هذا هو المشروع الوطني الذي يستطيع أن ينتصر لقضايا الوطن وينتصر لمن وينتصر المظلوميات الشعب الفلسطيني أو أي قضايا عربية أخرى الروح بالدم لبديك قائمة الروح بالدم لبديك قائمة